السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلونا نشوف الاعدادات اللي رفع فيديو على اليوتيوب اقول له select file واختار الفيديو اللي انا عايز ارفعه اول حاجة انا بتكتب الاسم وده شيء اساسي من بعش ان انت رفع فيديو من غير اسم ال description وصف زي ما انت عايز وده حاجة اختيارية هنا بيبدأ يفحص الفيديو ويشوف الصور كده يعني صورة صغارة من قلب الفيديو تقدر تختار واحدة منها تظهر او تقول له upload وتختار صورة انت تظهر مكان الصورة الافتراضية بتاعت الفيديو هنا بلاي لست بتبدأ تشوف الحاجة دي هتحط تبعني بلاي لست وهنا بيسألك هل الفيديو ده مصنوع الاطفال ولا لا وهنا بيقولك هل فيه اعدادات اشتراضية او فيه اعلانات موجودة في قلب الفيديو ده ولا لا وهنا تقدر تكتب اي تاج انت عايز تضيفه وبعد كده بتختار الاختيار هل على الفيديو ده عايزه يتحط فيه اعلانات او لا براحتك ممكن تشيل هاسحط العنفين انا اخترت ON على اساس يظهر ليدية لو اخترت NO او OFF هيظهر لك الاعلانات الخاصة بهل الاعلان ده فيه حاجات موسيقى هل الاعلان ده فيه شي تايم هل الاعلان ده بحيث ان فيه والناس بتاعني العلمان ده بتاعهم مش عايزينهم منسهروا على لوطات عنف او حاجات فهم الشكل بعد كده بنيجي على فيديو إليمنت بيلاقي ثلاث حاجات اول واحدة ان انت تضيف ترجمة في حوالين كل كلمة هتبدأ تسمع وتروح كاتب انت لاما عندك و لا في جاهز لاما طيب مانوال تكتب ترجمة لكل الكلام اللي موكتوب الثاني اختيار بتقوله في اخر مثلا ثلاث ثواني ابدأ تظهر لي اقتراحات لفيديوهات يتابعها اد كارد الكارد دي بتبدأ تظهر في الجنب كده اثناء ما هو بتفرج على الفيديو ممكن نظهر له مثلا ان فيه فيديو تاني مثلا انها هوت طيب بعد كده اشيك دي اوتوماتيك هو بيبدأ يشوف هل فيه حقوق ملكية موجودة لي الفيديو او لا اخر حاجة الفيزيبيلاتي برايفيت يبقى فيش حد يشوفها غيرك انلست يبقى موجودة بس محدش يشوفها غير لما انت تبعت له اللينك ممبر اونلي لو فيه حد يعمل شراك عندك في القناة بفلوس تظهر عند الناس كلها اي حد يعمل سيرش يظهر عنده وهنا بتقوله ابدأ اعمل اعلان لناس اللي بتشوف القناة ان فيه فيديو هيزهر كمين ساعة نصف ساعة وهكذا تمام طيب هنا الاشكدول بتقوله خلي الفيديو داي يظهر مثلا بعد ساعة بعد نصف ساعة وهكذا بيتحدد البوقت ممكن تقوله مثلا خلي يظهر السنة الجاية يظهر بعد شهرين ثلاثة فيه بعض الفيديات انا برفعها وبقوله خليها تظهر بعد شهرين ثلاثة عادي تمام طيب هقوله خليها public وبقوله بابلش وده اللينك بتاع الفيديو هو دلوقتي تحتي بيقولك انه هو وصل دلوقتي الخامسة وتسعين فيه المياه لما تقوله بابلش يقولك يخلي بالك انه هو لسه ما تفحص استنى لما تفحص قبل ما تعمل له بابلش الفحص بتأكد انه مفيش حقوق ملكية او ان الفيديو داي ما ترفعش قبل كده لما بيخلص فحص بقوله بابلش تشك تعمل عليها على متصح بيقولي بقى انشر الفيديو ده في المواقع الافتراق المواقع اللينكد انه وفيسبوك والحاجات دي كلها فبقوله ابعث على الفيسبوك وكذلك البلوغر واللينكد انه والتويتر والحاجات دي